أسعد الله أوقاتكم يا السادة والسيدات يسعدون اليوم أن نقدم حلقة استثنائية بكل المقاييس أقول حلقة استثنائية بكل المقاييس لأن المصابة جلال كما يقال حلقة اليوم حزينة جدا عن طفلة آية الدحمان هذه الطفلة الصغيرة والجميلة التي تعاني في صمت وهي مصابة بمرض السرطان وتعاني تلاتية السرطان والفقر والعوز تسكن بأحدى الضوار المجاورة دوار الرويش لمدينة قلع بسرارة ولأن المصابة تأتي جملة واحدة ولا تأتي فرادة كما يقال فمنذ خمسة أشهر أودى مرضان السرطان بوليدها هذه الطفلة الجميلة كما نرى في الصورة ببسمتها المشرقة وبراءتها نرجو لكل من يشاهدون أن يقدم يد المساعدة سواء من الذي المحسنين من داخل المغرب أو من خارجي المتمعين المتمعين وأقول المتمعين والمتأمل لنظرة آية الدحماني هذه الطفلة الجميلة فيها الكثير من الإصرار فيها الكثير من الإصرار من أجل فتح صندوق مجاني على الأقل من أجل فتح صندوق مجاني لمرضى السرطان هذا المرض القاتل يعني على الأقل مجاني لدرء هذه العذابات وهذا الألم وهذه المشاق التي يتلقاها مرضى السرطان ونحن ننظر إليهم يوما بعد يوم أتمنى أن من يشاهدنا من المسؤولين ولا يرق له قلب وينام مرتاح البال اليوم وهو يرى فلدة كبده مصابة بهذا المرض الخطير ولا يقوم بأي شيء فأقول أنه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله رجاء الحار رجاء الحار لكل أصدقائي ولكل المتابعين المشفوع بالأسف أن نقدم لهذه الطفلة الصغيرة يد العون بكل بساطة أن نقدم لهذه الطفلة الصغيرة آية يد العون ولا تتركوا هذا المرض القاتل يبتك بها ويحصد الأرواح كما حصد أرواح الممرضة رجاء مؤخرا من مدينة قلعة سراغنة والصديقة العزيزة انتصار خوخ من مدينة مكناس وهي تعاني لمدة أربع سنوات والكل تابعها تابع حالتها دعوتنا للمسؤولين من أجل إحداث صندوق وطني مجاني لمرضى السرطان بالمغرب وهو ليس مكلفا أمام يعني أبناء هذا الوطن وبناته وفي الختام يعني لا أريد أن أطيل كثيرا لأن هذا الأمر حزين جدا ولا يحتاج لخطب رنانة ولا يحتاج لكلمات منمقة لا أجد ما أختم به هذه الحلقة سوى الدعاء لآية الجميلة والوديعة بالشفاء ونطلب من الله العلي القدير أن يشفيها وأن يساعدها في محنتها لأن الله يستجيب لدعوتنا أترك لكم رقم والدتها زينق للاتصال بها مباشرة و يعني نتمنى يعني بكل إخلاص الشفاء لهذه الطفلة الجميلة والبريئة التي يفتق بها هذا المرض القاتل وختاما إلى لقاء متجد كل التقرير والمحبة قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابنوا فلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي و لا تنسوا تقرير الجميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر